استهدافات متبادلة وقصف متواصل تشهده مناطق شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرى السابقا من جهة أخرى تسفر غالبا عن وقوع خسائر بشرية إضافة لأضرار في الممتلكات المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل عنصر من قوات الحكومة السورية قنصا برصاص عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية ذراع السورية لتنظيم القاعدة على محور السرمانية بمنطقة سهل الغاب بريف حما الشمالي الغربي وأكد المرصد الحقوقي أن قوات الحكومة نفذت قصفا مدفعيا استهدف أحد محاور ريف اللاذقية الشمالية ما أسفر عن مقتل عنصر من الهيئة الإرهابية بالتزامن مع مقتل عنصر آخر بقصف مماثل للقوات الحكومية على محيط قرية كفر عمى بريف حلب الغربي كما استهدفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة محيط قرية اتقاد بريف حلب الغربي وشرق المشاريع بمنطقة سهل الغاب بريف حما الشمالي الغربي ما تسبب من دلاع النيران في المحاصيل الزراعية وأضرار مادية في ممتلكات المدنيين هناك من جانبها استهدفت هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصر سابقا بحسب المرصد مواقع لقوات الحكومة على محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالية ما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية